مملكة البحرين تحولات عالمية كبيرة طالت عدة مجالات منها مجال التنمية الذي يسير في طريق الاستدامة للحفاظ على الثروات واستغلالها الاستغلال الأمثل بهدف رفع جودة حياة الإنسان والمحافظة على المكتسبات بشتى أنواعها ولطالما كانت مملكة البحرين من الدول السباقة في السير مع ركب الاستدامة حيث تبنت الأهداف العالمية وعملت على تحقيقها لضمان الوصول إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وخلق توازن ديناميكي يدعم عملية التطوير في المملكة فقد عملت مملكة البحرين على تبني الأهداف الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال شراكات شاملة مكنتها من تبوء مكانة عالمية في هذا الملف الهام حيث حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في العمل على 17 هدف مختص في توفير حياة ملائمة وضمان استدامتها كما كانت التقارير الوطنية الشاهدة الأمثل للعمل الدؤوب المستمر للخطوات الحكومية المهمة التي اتخذت بالشراكة مع القطع الخاص مع اعتمادها التام على ثلاثة مبادئ أساسية وهي الاستدامة والتنفسية والعدالة وأخذت مملكة البحرين الريادة في طرح جوائز محلية مهمة كجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر الأولى من نوعها عالميا لحط الدول والهيئات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي لتمكين الشباب وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتقدم المرأة البحرينية التي ساهمت بشكل كبير في دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة برامج حكومية متطورة تتماشى مع الركائز الأساسية والمبادرات الرئيسية المراد تحقيقها خلال السنوات القادمة بغية الحفاظ على المكتسبات الحالية دون تحمل أي أعباء إضافية مستقبلية بجانب العمل على تحسين الظروف المعيشية التي تعتبر هي محور التنمية وغايتها الأساسية ترجمة نانسي قنقر